السلام عليكم حبيباتي حبيبي نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دوستوا نهاركم مزيان اليوم جيتكم وجبت معي الجديد كي ما وعدتكم باش يكون دي ما عندنا جديد في القناة دينا وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وبالفطل ديالكم غادي محطو نحطو لكم دي ما الجديد اليوم جبت لكم كيفية صناعة الصابون الطبيعي هات الصابون غادي يكون بالقليسيرين وبالمسك الطهارة وكي ناخر بالقليسيرين والنيلاء الصحراوية الحر بما نبدو في الفيديو ديالنا بغيتكم كاملين لماذا لم تشتركتش في القناة تنزل تحت ارتفعي الجرس باش يبقى يوصلكم دي ما الجديد ديالنا وما تنسوش تخليونا تعليق ديالكم وتخليونا بزاف ديال اللايكات نبدو على بركة الله ناخدو هنا يا واحد الميزان باش غادي ناخدو صابون الجليسيرين بالنسبة صابون الجليسيرين كينزوش الانواع كين الابيض وكين شفاف هنا غادي ناخدو الابيض عدنا غادي نديرو مية جرام ديال جليسيرين الابيض صابون الجليسيرين الابيض غادي ناخدو منو مئة جرام فقط غادي نديرو غير واحد الكمية صغيرة نحاولو هنا باش نشدو الميزان تياننا مزيان باش ما يكونش عدنا نقصان ولا زيادة. غادي نجيبو واحد البطا باش نديرو حمام مريم او تقدرو تدوبوها في في الميكرون. هنا غادي نديرو حمام مريم باش ندوبوها تكسابون الجليسيرين اللي اتنا للتذكير فقط مية جرام. غادي نحاولو باش ندوبوه مزيان. غادي نمشي ندوبو ونرجع لكم باش ما ندلكمش لا فيديو طويل. من بعد ما دابن زيان هانتو ما كيما كتشوفو. غادي نحاول نحركم زيان باش ما يبقاش بدرجة الحرارة طالعة بالزاف. وباللي ان درجة الحرارة نزلت هنا غادي نزيدو مسك الطهارة الابيض الاصلي. ناكد عيكم خاصو يكون اصلي وتاخدوه من عند المتاجر اللي يكون الموجوق فيها. هادي ناخدوه تقريبا ثلاثة قغام ديل مسك الطهارة الابيض الاصلي. وغادي نخلطوها مع سابون مزيان مزيان حتى كنحسو بها بل رهات جانزة مع السابون. اه كيما قلت لكم مية قرام ديل سابون الاجليسيرين. كنضيفو لها تقريبا ثلاثة قغام ديل مسك الطهارة الابيض. ويكون اصلي كيما قلت لكم. كنحركوها مزيان حتى كنحسو كونات دينات جانزة مزيان وتخلطت مزيان. اه باش ما يكونش يعني مسك الطهارة بوحده وصابون بوحدته. دوري ما نخلطوه مزيان حتى كنحسو بها جانزة كاملة مئة في المئة. غادي نجيب واحد القالب او مول ديل سيليكون. اه كيما كان القالب اللي كان عندكم. كيما كان المول اللي عندكم. انا هادا ديل سيليكون او كين بزافتها الانواع كيل الورد كيل القلوبة كين بزاف دي الاشكال. الا ما كانش عندكم قاع هاد المول تا سيليكون تقدروا تجيبوا اي بواطة خاوية او تستعملوها بماشي مشكلة غير تكون معقامة. هنا انا عندي هاد المول هادا متوفر. غادي نحاول باش نخوي في هادا الخالط دينا دي الصابون. انا هنا هيك نحاول باش نختار هادوك الوريدات اللي يكونوا تقريبا متشابهين. كما كتشوفوا عندي المول في بزافت الاشكال. وفي الاخر كنحاولوا باش نديروا رشات خفيفة ديل الكحول الطبي. بالنسبة لهاد الكحول كتشريوه هن عندلي فارماسي. باش يحيد الفقاعة. ودابا غادي نمشيو باش نصيبو صابون بالنيلة الصحراوية. نفس الشيء دوبنا الصابون دينا مية جرام في حمام ماريا. او في دينا كان عندكم وكنديروا القليل من النيلة الصحراوية الزرقاء. بالنسبة للنيلة ضروري ما تكون اصلية مئة في المئة ولا ما غاديش ينجح لكم هات الصابون او غادي يخلي لكم زرقية في الوجه ديالكم او في الاماكن اللي غادي تغسلوا بها بهات الصابون هذا. ضروري تأكدوا بني انها اصلية مئة في المئة. كنديروا القليل منها وكنحاولوا باش نحركوا زيان لانها صعيبة باش كتجانس مع الصابون. كتدير هادوك الحبيبات. غادي نبقاوا معاها غير بشوية. حتى كتجانس كاملة. ومن بعد غادي نديروا نفس الشيء غادي نضفوها المول دينا كيما قلت لكم بالنسبة المول ماشي دارو ريب حالها دارة. اي مول عندكم متوفر او غير في شيء بوطة عندكم خاوية تقدروا تستعملوها. هنا غادي نحاول باش غادي نعمر هادوك الوريدات ديالي. بنفس طريقة غادي نحاول باش ندير واحد تلاتة ولا اربعة ديال الحبات. وعندي واحد شكية الاخر صغور. غادي ندير فيه الباقية. وفي الاخر ضروري ما غادي نديروا رشات صغيرة ديال الكحول الطبي. آآ الفائدة ديال هاداك الكحول هو باش يحيدنا الفقاعد. كما كتعرفوا آآ نيلا والمسك بجوش عندهم بزاف ديال فوائد اللي منهم النيلا توحيد اللون. تبيض المناطق الحساسة. آآ ازالة النقط السوداء او البقع السوداء. وكذلك مسك الطهار الابيض الاصلي. هذا عنده بتفتي الفوائد. يعني كيكون آآ مزيان المناطق الحساسة للتبيض. وفي نفس الوقت كيكون معضر. هنا من بعد مدازة 24 ساعة. هانتو ما كيما كتشوفو. كيتحيد من المول بسهولة. ما كيتلصق. ما كيعدب. ما تشيي حاجة. كيتحيد بسهولة. وبطبيعة الحال ما شغير كنحيدوه كنستعمله كنحيدوه وكنخليوه في واحد المكان. حتى كينشف مئة في المئة. يعني كياخد واحد المدة ديال. آآ جسيمانات حتى الثلاثة. باش كيتصل بعد كيصبح جاهز للاستعمال. شوفوا الاشكال اللي درناه تصراحة ورائعين. والريحة ديال الميسك طلعة يا سلام رائحة فنة رائعة. آآ بالنسبة للصابون هدا ديال الكليسيرين والميسك الطهارات تقدروا تستعملوها في المناطق الحساسة. وتقدروا تستعملوها في اي بلاسة بغيتو. بالنسبة للصابون ديال النيلا فهو تقدروا تستعملوها في الاماكين اللي عندكم فيها البقع السوداء او فيها اللي تخاص. وكذلك اللوجة يعني اللي حقاش النيلا كتبيض وكتوحد اللون. فعندها بزاف ديال الفوائد اللي زوينين. نتمنى يكون اعجبكم هاد الفيديو. ما تنسوش تخليونا بزاف ديال لايكات ديال القلوبة 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 بزاف ديال القلوبة. بارتاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش حتى هم يستفدوا معنا. وبغيتو نصيبو لكم شي صابون اخر او شي وصفة اخرى خليوها نفتع عليق وحنا معلنا غير نفدو نحطو لكم دك شي اللي بغيشو. ونتلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة